إجماع أممي ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية حصد 83 صوتاً مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت لكن ما أثار استغراب الكثير من المراقبين أن المملكة وبعد ثلاث سنوات من تأسيسها هذا التحالف فقادت الكثير من أركانه وهو ما كشف عنه التصويت الأخير إذ رفضت القرار كل من عمان والعراق ولبنان وسوريا وباكستان بينما امتنعت عن التصويت عشر دول عربية هي مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، المغرب، الصومال، السودان، تونس، ليبيا وقطر فيما سوتت لصالح القرار أربع دول فقط هي السعودية، الإمارات، البحرين، واليمن امتناع هذه الدول عن التصويت لقرار عربي ضد إيران يثير تساؤلات كثيرة حول طبيعة التحالفات الفعلية في المنطقة لا سيما وأن الدول المذكورة يفترض أنها حليفة المملكة وداعمة للمشروع العربي ضد النفوذ الإيراني اليمن نقطة البداية ومربط الفرس، إذ يرى مراقبون محليون وإقليميون أن عدم حسم الملف اليمني لصالح التحالف والشرعية يلقي بظلاله على المنطقة ويظهر عدم قدرة التحالف على خوض معارك إضافية سواء في لبنان أو غيرها الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي حذر المملكة من فقدان حلفائها وقال إنه يجب أن تراجع المملكة سياساتها للحفاظ على هؤلاء الحلفاء يرى متابعون أن الأحداث في اليمن وفي المنطقة لا تسير لصالح التحالف العربي بل لصالح المحور الإيراني الذي يعرف بدقة ماذا يريد بينما يتوه العرب في متاهات العداءات البينية الضيقة على حساب رؤية واضحة لتعزيز المشروع العربي ومواجهة المشروع الإيراني التوسعي الذي يسيطر على مناطق استراتيجية في المنطقة إذن مشروع إيراني ليعرف ماذا يريد مقابل مشروع عربي لا يزال التوهن أبرز ملامحه توهن يدفع اليمنيون اليوم فاتورته من دماء أبنائهم وقوط أطفالهم وفيما لم يتم حسم الملف اليمني كليا وهزيمة المشروع الإيراني فيه فستلتهم نار فارس المنطقة بأكملها وللتاريخ دروسه وعظاته اشتركوا في القناة